الطب البذيل أو طريقة أخرى غير الأدوية طريقة جديدة أبحاث ودرسات وناس ذو علم أكدت أنه في حاجة اسمها طريقة جديدة غير الأدوية نعالج بيها نفسنا طبعا في السنوات اللي فاتت أو السنوات القليلة اللي فاتت ده بتدى يظهر مع حرب حرب من شركات كتير قوي لها منفعة أنه لا يا جماعة هو اللازم تاخد دواء يعني لازم تاخد دواء أنت بصدع هتاخد كذا أنت تعبان هتاخد كذا أنت قولونك بوجهك هتاخد كذا وبيحربوا دائما وأبدا فكرة مش الطب البديل لكن الشيء البديل الطبيعي العلمي فإحنا بقى قولنا إحنا هنتكلم في الموضوعات النهاردة وهنتكلم مع الشخص المتخصص جدا في الشيء أو الموضوع البديلي لده قلنا أول نقول له أنت بنوارنا وأستاذ مونير الشازلي في هاو بس ما عندناش تيوف رجالة كتير بيعودوا مكان حضرتك إلا في إنجان قهوة أحب نقعد دائما نار ونير فيعني ده شيء كويس جدا عشان تبعي شرح لي إلا أنا أولتو ده مضبوط تمام أوكي عايزك تكلمني بقى عنه بصي هو أنا في البداية بس أحب أقول أن أنا الشغل البتاعي أصلا يسمى مدرب حياة أوكي فجزء من الشغل البتاعي هو مدرب حياة تقليدي ليه علاقة مباشرة بأنه بيساعد الناس إنها تتعامل مع مشاكلها أهدافها أنصوا بس فيه شغل بيبقى أكثر عمقا شوية عن كده هو التعامل بقى مع الأمراض اللي ناس بتواجهها أو التعامل الأمراض دي ممكن تبع أمراض نفسية أو ممكن تبع أمراض عضوية لأنه هو في الحقيقة النظرة بتاعة الجسم في الطب المودرن زي ما بيقولوا هي نظرة إن الجسم ده حاجة من تولد بيها بتكبر بعد شوية بينزل الكيرف بتاعها لغاية ما تموت بس في الطب البديل أو معظم الطرق بتاع الطب البديل دايما إن نظر الجسم ده إن هو حاجة هي ممكن تفضل مستمر لمدة طويلة على فرض إن أنت عارف تتعامل معها بشكل كويس نظرة المرض نفسها هي إن المرض ده مش حاجة بتحصل عشان لازم تحصل أو عشان فيه فيروس داخل في جسمنا فش حانف تتعامل معها إزاي فهناعية هو الحقيقة إن المرض ده بينظر لي نظرة مختلفة خالص هي إن المرض ده هو حاجة من اتنين هو الأسباب بتاعته حاجة معناها إن في مشكلة في التفكير بتاع البني آدم فالثوت بروسس بتاعة البني آدم ده إما تفكر بشكل معين هتخلي شخص يعي أو هتخلي أكثر عرضة للأمراض إيه أنا أسف طبعا أعطيتك بس يعني إيه أنا فكرت فعيد لا مش فكرت فعيد أنا الطريق يعني مثلا الناس مثلا في الأول لما الشتاب ييجي كل الناس بيبقى مهيئة نفسيا إنها لازم تاعي فالناس بتاعي فيه ناس بتبقى التهيئة دي مش موجودة عندها فما بتعيش زي ما فيه عملوا أبحاث مثلا على اللي هو الطريقة بتاعة التقدم في العمر الناس اللي بتبعيش في مجتمعات معروف فيها أن الشخص بعد سن مثلا 30 أو 40 أو 50 الكيرف بتاع صحته بينزل كلهم كيرف بتاع صحتهم بينزل الناس اللي بتبعيش في مجتمعات أكثر بدائية وما عندهمش طريقة التفكير دي أو طريقة الوعي دي ما بيحصلهمش الكلام ده صحيح ففيه مثلا الترايبس فيه قبائل في أفريقيا بتلاقي الناس عندهم 80 سنة والبليفس بتاعتهم المقرنعاتهم أن هما 80 ده أعلى بكتير أوي صحيا من 60 فيفضلوا الكيرف بتاعهم يفضلوا بيطلع لفوق مش بينزل لتحت أنصوا فهو الفكرة كلها هي فكرة في العقل ده جزء منها والجزء التاني أنه ممكن يكون المرض ده حاجة ليها علاقة بالروح أنه فيه مشكلة في السيستم بتاع الشخص نفسه ليها علاقة بالعائلة بتاعته أو بالكونكشن بتاعته مع العائلة اتصاله بالعائلة بتاعته ده برضو أحد أسباب الأمراض طيب أنا أتفق معاك قلبا وقالبا لأنه أنا دايما من الناس اللي بتقول صدق اللي أنت بتعمله هيحصل تمام صدق جدا في فكرة أنه أنا هايا فبعيا أنا حنجح فبكح طبعا كله بمشيئت ربنا سبحانه وتعالى لكن حتى في الرجيم حتى في النظام الغذائي حتى في الدايت لو أنت حطيتي في دماغك وأنا على فكرة يعني ممكن الناس تتحك عليها بس أنا بقية ثلاث سنين ماشية كده ممكن يكون قدامي طبق روز واحدة باكله بس أنا من جوية عارفة أنه لما حاكل طبق روز ده أنا مش هتخن فبالتالي ما بتخنش اللي نحن الوقت بنتكلم فيه أنه أنت ممكن تحسي أن أنت مريضة لكن المرض ده ممكن ما يكونش مرض عضوي ويكون مرض نفسي يتقلب في الآخر لمرض عضوي وليه حل أو ليه بدائل غير أن احنا ناخد طول الوقت كيمويات طول الوقت أدوية هذا انت م 술 ما يروح اللهم يسمعaucري صحيح يظهون 뭐� شكرا أسأل